جيمي النهاردة الأهلي كان شكله حلو مش بس نتيجة صحيح المنافس سهل وإحنا معترفين كلنا بدا بس الأهلي كمان النهاردة لعب مباراة محترمة جدا مارس الكولور والسيستم يا كريمة أي حاجة بتتعامل داخل النادي الأهلي في المباراة الأخيرة دور على النمط دور على الفكرة لما تيجي إحنا نتنبأ بالشكل يلعب بين نادي الأهلي هو بيضيف في كل مباراة بعض الأجزاء عشان يفاجئ المنافس لكن الرجل بقى عنده نمط عنده باترن يقول 4-3-3 بوجود عمر السلية حمدي فتحي ويه أليو ديانج يبدو عليها أن هي خطة دفاعية لما تكلم عن 4-3-3 في المعتاد ارتبطت ذهنيا عند جماهير الكرة المصرية أن 4-3-3 هي خطة دفاعية ردت عليك قلت لك أن 4-3-3 هي مرتبطة بالأدوار إيه الأدوار اللي بيخدها اللاعب إيه الأدوار اللي بيبتل يشتغل عليها اللاعب ده دور مارس الكولور إزاي قدر يطور 4-3-3 ويطبعها بالعناصر الموجودة معاه وإزاي قدر يطور من اللاعبين إنهم يعملوا أدوار هجومية إزاي مارس الكولور قلتها لك مبارحة كريمة وإحنا بنتكلم على الماتش قلتها لك في أي مباراة للنادي الأهلي في أي وقت النادي الأهلي بيهاجم أتلاقي خمس عناصر على الأقل موجودين في الحالة للهجومية هذا مفتقد النادي الأهلي في أوقات كتير ده رقم واحد فدي حاجة بتحصل مع مارس الكولور الرقم 2 لما النادي الأهلي يكون عنده مشكلة واضحة كلمنا فيها كلنا هي معدلات التسجيل الرجل بيقول لك أنا ولا هممني معدلات التسجيل ولا فرق معايا أنه يكون معايا مهاجم آه طالب أن يكون عنده مهاجم عشان يرفع الكواليتي بتاعت الكونفيرجين ريت أو معدلات التحويل الفرص المحققة لأهداف والنهارده النادي الأهلي عمل 21 محاولة كريمة رقم مرعب طبع لما نتكلم مهما كان المنافس ضعيف 21 محاولة منهم سبعة كانوا سبعة النهارده أهلي قدر يسجل تلاتة قال لزالة الكونفيرجين ريت مش أحصر حاجة لكن إنك توصل بالكثافة دي فالراجل بيحارب مشكلة التهديف والكواليتي بتاعت التهديف بالكثافة الهجومية بيحارب مشكلة التهديف بالزيادة العددية بيحارب مشكلة التهديف اللي موجودة عنده بزيادة المحاولات فالرقم لما يكون كبير حتى لما يكون معدلات التحويل قليلة برضو يانتج عنه إن أنت بتسجل كتير وده اللي عمل